في اليوم العالمي للمرأة تطمح عدد من البرلمانيات في المجلس الشعبي الوطني إلى تحقيق مكاسب إضافية منها الوصول إلى مناصب المسؤولية خصوصا وأن المرأة الجزائرية أثبتت جداراتها واستحقاقها في العديد من الميادين ناديا زعيت للمرأة الجزائرية بصمة مميزة في تاريخ هذه الأرض اليوم ومع الإصلاحات السياسية التي عاشتها الجزائر ولجت المرأة عالم السياسة من بابه الواسع حيث ضفرت بتلت مقاعد البرلمان تحت مسمى القوطة وباتت تنافس زمال أهنواب بكفاءتها وأفكارها التي جعلتها تكسب ثقة من حولها المرأة الجزائرية فرضت نفسها في حرب التحرير وبعد الحرب التحرير فرضت نفسها في معركة البناء والتشيد والآن الحمد لله نولجنا في المجال السياسي ونحن نعمل بطريقة لوصول النساء إلى مراكز صنع القراءة بإدراج الرئيس بوتفليقة مادة جديدة ترمي لتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة فتح المجال لبروز كفاءات عديدة للنساء أتبتنها في الميدان رغم أن نظام الكوطة دفع البعض للتشكيك في مستقية البرلمان وإطلاق ألقاب مختلفة على غرار برلمان الحفافات أن المرأة يعني البرلمانية الحالية أتكلم عن البرلمانية الحالية بطبيعة الحال لها كفاءة علمية عالية وكفاءة سياسية بعد مرور أربع سنوات على دخول النائبات لمبنى زيغود يوسف ومساهمتهن طيلة عهدتهن في تنمية البلاد حيث كنا طرفا فاعلا في المناقشة والمسادقة على عدة قوانين مصيرية منها مشروع تعديل الدستور الجديد اليوم هن يعتزمن إتمام المشوار والوصول إلى مراكز صناعة القرار